قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليزدراس إن بريطانيا ستحث دول مجموعة السبع على حظر دخول سفن الروسية إلى موانئها والموافقة على جدول زمني لإنهاء تدريجي لواردات النفط والغاز من روسيا ومزيد من التشديد للعقوبات على البنك وصناعات رئيسية. ومتحدثة في بولندا قبيل اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في وقت لاحق هذا الأسبوع قالت تراس إن العقوبات القائمة على روسيا جمدت 350 مليار دولار من الأموال الروسية وجعلت أكثر من 60% من احتياطياتها من النقد الأجنبي غير متاحة. وأضافت قائلة عقوباتنا المنسقة تدفع الاقتصاد الروسي للعودة إلى العهد السوفيتي. وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن أنه يناقش بشكل عاجل فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا في أعقاب العثور على جثث مئات المدنيين في محيط كييف ولسيما في بوتشا بعد انسحاب القوات الروسية منها.